نقدر نقول هذه الخطوة أو هذه التوصيات لربما هي أعطاء الضوء الأخضر لهم بأنه حتى في السنة المقبلة ماكوا تعين على اعتبار احنا جتنا وجبة أيضا وجبة هذا العام راح يواجهون نفس مصير هذه يعني دفعة 2023 طيب هذه التوصيات هذا يعني أنه بشكل بشكل ما أنه لربما لم تحصلوا على وظيفة في العام المقبل لا احنا خلي نكون شوية متفائلين أنا ما ريد أكون أنا عندي معلومة الحقيقة سيدة خمال عندي معلومة أنه كثير من المشاريع الصحية جرى افتتاحها ويجري الآن استكمال افتتاحها صحيح وهذه المشاريع الصحية فيما لو استكملت بأجهزتها اللوجستية وكل ما يستلزم هذا العمل في المشاريع الصحية سيتم احتضان هذه الموارد البشرية مدير عام صحة الكرخوية وتحدث عن افتتاح الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات هذا يعني لربما تكون هناك فعلا حاجة إلى لا لا مولو ربما مؤكد سيتم احتضانهم نحن في مناسبة سابقة رحنا هذا الموضوع قلنا قلنا نحتاج شوية نعم أنا مقدر جدا الارغاصات اللي مرون بها الأخوة والأخوات وحاجتهم إلى التوظيف سيما وأن الحقيقة العوالي العراقية بدأت تنشطر والحاجة إلى المورد المالي والراتب الوظيفي أصبح بشكل ملح جدا نعم ولكن على أقل تقدير سيدة خموة نحن نتحدث عن أننا دولة لا نزال فتية في مرحلة التعافي من أحداث مرت على العراق كبيرة جدا والبرنامج الحكومي مليء بعديد المشاريع على المستوى الدولة القطاع الحكومي وعلى مستوى الاستثمار الخاص فمؤكد سيكون هناك مراعاة ونظر كبير واهتمام كبير لهذه الفئات وهذه التخصصات ولكن تقدير شخصي للأمور إنه هذه السنة من الصعب الحقيقة احتواء الجميع نتحدث عن العشرين ألف صعب ربما سيتم احتضان أكثر من خمسة آلاف منهم والمتبقي بإذن الله سيكون احتضانهم في العام القادم في بداية العام القادم خليني أكون واضح سيدة خموة أنا ما أعرف الحقيقة أتحدث يعني بلونين هذا هو اللي رح يحدث الحقيقة المتوقع قراءتي لما يحدث الآن والمعلومات اللي على أقل تقدير اللي أتابحها من هنا وهناك والأخبار هذه القراءات له مؤكد بكل صراحة يعني أقول مؤكد بنسبة خمسة سبعين إلى ثمانين بالمئة صعب الحقيقة أن يتم احتضان الجميع هذه السنة نحن لا تعرفين سيدة خمان مقبيلين الآن على تشرين الثاني شهر دعش نعم متبقى على السنة هي شهر واحد فقط سنة مالية يعني فسيتم مراجعة جدول أو جداول قانون الموازنة وأيضا الأمر ما يعني لا يخفى على أحد يجب أن يتم تضمينها في ملحق في قانون الموازنة